سأخدكم كده في أجواء الجماهيرية اللي حصلت في مباراة الجونة والأجواءات اللي طلعت والتنظيم الرائع من قبل دارة النهاية دي والجمهور اللي راح وكاراتين الانمية توزعت على الجمهور هناك في الملعب بقرار من أمير مرطنة منصور المشفل عم على فريق كورت القدم الأجواء دي يا زل صبحي شفتها ازاي وشفت الأجواءات ومنظرها وجمالها وهي طلعة كده وجمهور الزمالك مبسوط وفرحان بسم الله الرحمن الرحيم خلينا أقول لك الأول أن المشهد الجماهيري ده جزء من نجاح فريق كورت القدم في نادي الزمالك حتى الآن وأنا قلت قبل كده لو الصورة الجماهيرية مش بالراوعة دي الزمالك ما كانش هيكمل بالشكل ده لكن قبل ما نتكلم فيه خلينا أقول لك شكرا لمرطنة منصور لسبب أنا كنت عارف أن كان فيه مواقف بينه ببعض أقطاب جماهير نادي الزمالك اللي في المدرجات النهاردة مرتضى منصور بيدرب المسأل مش عايز أقول بيستخطب بيزيء الفوارق اللي بينه والمشاكل اللي بينه وبين بعض الجماهير وبيكون هو الدعم الأول ليه يعني هو الوقت الدعم الأول لجماهير نادي الزمالك بغض النظر على المسميات بقى ألتس حتى ما عندناش حتى جماعات الألتس مفككة يعني لكن الناس اللي بتحضر في المدرجات كلها دلوقتي عرفت أن مرتضى منصور أمر مكان طرف من الأطراف اللي بتبعت بين الجماهير النادي وبين إدارته هو الوقت داعم طوي جداً لهم لذلك في حالة من الفرح أنت مش رايح تتفرج على المبارات كرة قدم بس أنت رايح تحتفل رايح تحتفي بالمشهد الزمالكوي الآن النهاردة اللي بيلبس التشيرت أو البنت اللي بتلبس التشيرت رايح عشان تظهر في الصورة الصورة حلوة فعايزة تظهر أو الولد اللي رايح في الباص عايز يظهر في الصورة فاكر أنت وغنية عبدالله حافظ صورة صورة كله عايز يظهر جوه المشهد الحلو دا وبعدين مش بس إنه إن الزمالك متصدر أنا من وجهة نظري الدوري يعني تقريباً انتهت يعني تقريباً الزمالك بطل الدوري لكن أنا مش عايز نقول كده لأنه هرجع وراء شوية الأيام المدرب السابق السويسري كريستيان جروس لما كان عندنا تلات مبارات كابتن طارق الدوري اللي خاده الأهلي قبل اللي فات في آخر تلات مبارات والزمالك كان متقدم جداً وكان قريب قوي وكان منظم قوي فجأة حصل تهون فك لما تعدنا مبارات طبعاً واخسرت الدوري في آخر تلات أربع يعني كرة القدم حسابياً مفقاش مستحيل لكن طبعاً بص يا ظاهرياً الزمالك فري سابت ظاهرياً الزمالك بيقدم أفضل كرة قدم ظاهرياً عندي مدرب واقف زي الوحش على الخط ما بيعودش عندي مجلس إدارة بيدفع المكافآت بتاع العيبة أرقام غير مسبوقة وبتدفع فور مبارات شكلاً عندي جماهير بتعمل تابلو زي ما قال محمد صبري عجبني التشبيه تابلو في المدرجات أياً كانت المدرجات حتى مدرجات استاد الأهلي اللي كانت فيه مبارات فيوتشر كان فيه تابلو رائع موجود وراء الفريق ولعب دور إن الزمالك يكسب بفرق الهدف فأنت بتتكلم أنا بقوله إنه شكل من أشكال الاحتفالية بالزمالك والمستوى اللي وصله والاستقرار الفني والإداري والمالي اللي ساعد الزمالك إنه يبقى يكون موجود في المنطقة دي على الرغم إن إحنا فترة من الفترات كنا بنعتذر لجماهير الزمالك اللي هو مسامحونا الموسم ده إحنا أوف برة ده من 4-5 سورة من شهرين يا كابتطة من شهرين 3 كلنا بنطلع نقول الجماهير والنبي وإحنا كنا بنطلع نبص نقطع على عدد كبير من اللعبين وبنقول الناس دي لا تصلح بلتغفرين الزمالك ده هياخدنا برضو اللي انت قلته من شوية إنه لعبت الزمالك أثبتت إن في عدد كبير منها يستحق إنه يكون موجود وإحنا اللي كنا مخطئين وأنا بعترف إن إحنا كنا في منتهى القصوة على بعض اللعبين لكن كان معنا حق في بعض اللعبين الآخرين اللي بقعوا نادي الزمالك وهربوا منبارات مهمة زي ما تشلقمة الطبيعي إنه هما يكونوا مش موجودين لذلك باشكر تاني مرتدى منصور إنه لما قال فلان وفلان برة ونفس كلامه طول الوقت لما حس إن في خيانة بتحصل وحس إن في لعبها رايح تمضي الأندية وتاخد فلوس تحطها في جيبها ويجي يعمل نفسه من معاك لا ده لا يجب إنه يكون موجود جوانات زمالك لكن اللعب اجتهد مثلا زي روقة اللي عدنا نقطع فيه ونقول له يصلح الرجل تحمل مسئولية في غياب طريق حامد وكان قابل رجولة لا مش ردي الجميل إنه أنا أقول له شكرا أنا واحد من الناس اللي كنت برشاهم للرعي لا طبعا عبدالغاني اللي بيعتبر اكتشاف من المدرف في منطقة وسط الملعب خلي بالك كان برضو واحد من اللعبين اللي بيشار إنهم هيرحلوا عن نادي الزمالك النهاردة عبدالغاني لو جالي فيه 50 مليون اللي يمكن أسيبه إيسى على ده عدد كبير من اللعبين الصورة اتغيرت الصورة اكتملت بس برضو زي ما بنشكر في قدارة النادي وجماهيره بين جماهير ولعبي نادي الزمالك خلى الروح المعنوية في السماء وأحلامنا أصبح بلا سقف أحلامنا في الفوز بالدوري أو بقى البطولات بلا سقف